ننتقل الآن لدراسة موضوع مهم يتعلق بمهارة صياغة الأهداف السلوكية هذا الموضوع يتناول مفهوم الأهداف السلوكي كيف يمكنك أن تعرف الأهداف السلوكي؟ تعال لنقرأ معاً هذا التعريف يشير التعريف إلى أن الأهداف السلوكية كمفهوم هي الأهداف التي تعبر عن سلوك الطالب أو المتعلم السلوك المراد تحقيقه وعن المهارات القابلة للملاحظة والقياس التي يتوقع أن يكتسبها الطالب خلال الحصة الدراسية إذن فالأهداف السلوكية هي الأهداف التي يقوم المعلم بصياغتها في كل درس من الدروس وتعبر عن السلوكيات أو النتاجات النهائية القابلة للملاحظة تلك التي يتوقع المعلم أن يحققها المتعلمون في نهاية فترة التعليم ولعلك تلاحظ أن المعلم هو الذي يقوم بصياغة هذه الأهداف السلوكية ولذلك فكل هدف سلوكي هو جملة أو تعبير وصفي يصف ما ينبغي أن يفعله المتعلم أو ما ينبغي أن يكون قادرا على فعله في نهاية عملية التعلم أو عقب مروره بخبرة تعليمية أو موقف تعليمي معين إعادة إعادة لعلك تسأل الآن كيف يمكن لي كمعلم لغة عربية أن أصوغ الأهداف السلوكية دون خطأ؟ هل هناك ما يرشدني في عملية صياغة الأهداف السلوكية؟ نعم هناك ما نسميه معادلة صياغة الهدف السلوكي الهدف السلوكي يساوي أن زائد الفعل السلوكي زائد الطالب أو المتعلم زائد المحتوى العلمي أو الخبرة التعليمية زائد مستوى الأداء المقبول زائد أو نائص شرط تحقيق الهدف إذن عندما تريد أن تقوم بصياغة هدف سلوكي لا بد أن تتوافر في الجملة التي تسميها هدفا سلوكيا هذه المكونات أن زائد فعل السلوك زائد الطالب أو المتعلم زائد المحتوى العلمي زائد مستوى الأداء المقبول زائد أو نائص شرط تحقيق الهدف لعل هذه المعادلة تتضح من خلال الأمثلة دعونا ننتقل لنقرأ بعض الأمثلة وأطلب منك أن تحللها وفق المعادلة السابق لنأخذ المثال الأول أن يقرأ الطالب نص الشعر دون أخطاء في هذا المثال يتكون الهدف السلوكي من أن زائد فعل السلوك يقرأ زائد الطالب زائد محتوى الهدف أو الخبرة التعليمية الجديدة نص الشعر زائد شرط الأداء دون أخطاء هدف آخر أن يشرح الطالب حكم المستثنى بغير وسوى كيف تحلل هذا الهدف يتكون هذا الهدف السلوكي من أن زائد فعل السلوك يشرح إعادة يتكون هذا الهدف السلوكي من أن زائد فعل السلوك يشرح زائد الفاعل الطالب زائد محتوى الهدف أو الخبرة التعليمية حكم المستثنى بغير وسوى مثال أخير أن يستنتج الطالب خلال أربع دقائق قاعدة جمع المذكر السالم كيف تحلل هذا الهدف يتكون هذا الهدف من أن زائد فعل السلوك يستنتج زائد الفاعل الطالب أو المتعلم زائد شرط تحقق الهدف خلال أربع دقائق زائد المحتوى العلمي أو الخبرة التعليمية قاعدة جمع المذكر السالم يمكنك أن تعيد صياغة الهدف نعم وتقول فيه أن يستنتج الطالب قاعدة جمع المذكر السالم خلال أربع دقائق ويمكنك أن تزيد شرطا إضافيا عند صياغة هذا الهدف فتقول أن يستنتج الطالب قاعدة جمع المذكر السالم كما وردت في كتاب المدرسة خلال أربع دقائق دعونا نوضح هذا فيما يلي انظر إلى مكونات الهدف السلوكي التي سبق أن أشرنا إليها وهي أن زائد الفعل السلوكي يقرأ زائد الفاعل الطالب زائد المحتوى العلمي للهدف أو الخبرة التعليمية الجديدة المقدمة النص الشعري زائد شرط الأداء التعليمي قراءة جهرية دون أخطاء كل مكون من مكونات الهدف السلوكي يقابله مكون عند بنائك الهدف وعند سيارتك له